مرحبا بحضر لكم مرة أخرى في الزراعية المباشر كلامنا مع الفلاح المصري متصل نواصل دائما رحلة العمل والكفاح داخل أراضي الزراعية بنسمع للفلاح مشكلته ونوصلها للمسؤول كاملة علشان يكون في حل سريع يؤدي إلى استقرار العمليات الزراعية بنتكلم النهاردة على خبر بيهم الفلاح المصري وهو مبادرة السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرار بوقف التعامل بالنسبة للضريبة على قطيان الزراعية لمدة 3 سنوات أنا معي على هاتف سادة النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراع والرائب مجلس النواب مرحب بحضرك فنم كل سلام حضرك طيب في البداية كل سلام حضرك فنم حضرك يعني نائب في البرلمان وفلاح مصري وبتتواصل مع الفلاحين كلهم تقيم القرار ده بإيه تقول إيه عن هذا القرار كعضو مجلس شعب وكفلاح مصر ده أنا عاوزين بس نشكر ساد رئيس الجمهورية ساد عبدالفتاح السيسي على هذا القرار والخطوة الملموسة للفلاح المصري وأنه هو فاكر الفلاح المصري وأنه هو دايما عايز يخفف العب على الفلاحين هو طبعا القرار طبعا الصادية طبعا ومضمونه للفلاح المصري هو له دالات وإشارات بجولة الفلاحين المصريين والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا معاكم في كل وقت وأنا حتى أبسط الأمور اللي هي الضريبة العقارية على الأطيان أن أنا أرفع على مدة ثلاث عوام أو ثلاث سنين فهذا لمسة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفلاحين مصر النهاردة ليس زراعوا الرأي في هذا القرار الذي اتخذوا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي كان اللجنة مهتمة بهذه الأمور مع فلاحين مصر أن الفلاح المصري يعاني كثير الأمرين في كل مشاكله وأن الفلاح المصري عايز أن الدستور يطبق عليه زي المادة التسعة وعشرين من الدستور بتقول على الدولة توفير مستزمات الإنتاج للفلاحين وأنا شايف أن كل القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كنت أأمل أن يكون هذا القرار من الحكومة أو من الوزير أو وزير أو رئيس الوزرة أنه يتخذ هذا القرار أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة نحن بنحمل عليه كل لعباء وإحنا كفلاحين نقول للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني طبعا اتخذ هذا القرار ولكن عايزين أنه ينظر في موضوع بنك الزراع المصري في الفلاحين المتعسرين نحن رأي الفلاح المتعسر النهاردة مش عارف ينتج وعارف يشتغل بسبب الدين اللي عليها ولكن طبعا كل الشكر والتقرير للسيد الرئيس عبدالع السيفي اللي هو دايما فاكر الفلاحين وأنه في حاجة تهم الفلاح وهي الضريبة العقارية أنه يرفع أنه الفلاحين يرفع عليهم هذه الضريبة لمدة 3 أعوام وده طبعا كان صداه في كل ربوع مصر بيقول أن السيد الرئيس النهاردة في شهر رمضان الكريم وإحنا دخلين على العيد أنه إحنا النهاردة أنا معاكم وفي حاجات أنا طبعا ملموسة لكل الفلاحين فالفلاح المصري بيشكر الرئيس البرلمان المصري وعلى رأسهم الفلاحين وفادي الفلاحين من البرلمانيين الموجودين داخل البرلمان المصري بيشكره السيد الرئيس على هذه الخطوة واللمسة التي أدت الفلاح أمل أنه هو فعلا رئيس الدولة متواصل مع رئيس الدولة واضع الفلاح في بؤرة عين الحكومة ويقول أن الفلاحين المصريين هم خطرة التنمية وأننا نعترف أن الزراعة هي الاقتصاد والاقتصاد هو صناعة وصناعة التي يعمل عليها الشباب فالرئيس عايز يقول أن أنا معاكم وأنتوا صلاحين أنا مش هكذا أتأخر عنكم وأن الفلاحين أن أنا هقدم حزمة حاجات الفلاح وأنا بقول لسيد الرئيس في الحزمة القادمة للفلاح أن يكون موضوع بنك التنمية والزراعي وبطالب من قناتك الكريمة قناة مصر الزراعية أن نطلب سيد فتاح السيسي أنه هو زي ما هو جاعد مع الصحفيين والإعلاميين والمحامين أنه هو يقوح الفلاحين ويستمع لي رأي فلاح في تطوير الزراعة لأن دون أن أقود مع الفلاح المصري أن الأكاديميين على دماغة من فوقه أروسنا ولكن فلاح من خبراته عنده رؤى عايز يطرح على سيد الرئيس فتاح السيسي وذلك فلاح لا تقل في الدولة الكثير ولكن الفلاحين مش عاوزين من الدولة إلا تسهيل العمليات وتيسير العمليات ولكن الفلاح هو النهاردة جاهز أنه هو يساعد الدولة المصرية ولكن بالتهيل والتيسير للفلاحين سيادة النائب أنا عايز أسأل حضرك سؤال بما أنك ذكرت البنك الزراعي المصري مرتين في هذه المداخلة إيه مشكلة البنك الزراعي المصري مع المتعسرين إحنا عارفين أنه كان فيه أكتر من مرة بيتم ترح مبادرات لحل الأزمة ما بين البنك وما بين المتعسرين إحنا البنك بيتحمل أن فيه تدوير للقروض كان بيحصل في السنوات الماضية بطريقة سيئة جدا والبنك كان بيقول أن دي أموال ورأس مال البنك والمودعين المشكلة دي منحلها إزاي ومنلخصها؟ إحنا بنتكلم بنقول أصل الدين الفلاح هيسده ما فيش مشكلة إنما إحنا بنتكلم عن الفوايد اللي هي جات على أصل الدين أصل الدين دي الفلاح بيقول أنا ما بيعنديش مشكلة أن أسد أصل الدين ولكن ده بجت الفوايد أكثر أضعافا من أصل الدين فإن عارضة إحنا بنقول كفلاحين إحنا أصل الدين واعترفين إن أصل الدين دي فلوس مودعين ولكن إحنا بنتكلم عن الفوايد إن إحنا لما جامت السورة في 2011 إن الفلاحين ما عارفوا إش يبيعوا المحاصيل بتاعتهم وكانت الطرق وإن هو مش عارفين كان في حالة من الغياب الأمني أدت لبعض المشاكل فعلا مع الفلاحين مش عارفين أن الفلاحين ما عارفوا إبيعوا الحاصيل بتاعتهم طيب يا سيادة النائب إحنا يعني البرلمان ما خدش مبادرة في هذا الملف البرلمان أخذ مبادرة مع البنك ومع السيد رئيس البنك السيد المحاسب السادة القصير وإن هو جال أننا هنعمل عدة اقتراحات ويكون مشكلة من ليلة زراعة والرأي بمجلس النواب علشان إزاي نحل مشكلة المتعسرين وبالفعل أخذ خطوات ولكن هذه الخطوات أنه يقول أن كل المتعسرين اللي عايزين يسددوا الدين اللي عليهم دي كلام السيد رئيس البنك يقول أنه يدفع 20% من أصل الدين ويقصط الباجي على خمس سنوات بفايدة 7% مما الفلاحين هارده مش معهم أنهم يقصطوا على سوعة سنوات ولكن الفلاحين عاوزين على الأقل يكون فيه تقسيط على عشر سنوات أو على اثماشر سنة وأن الفلاحين ما يدفعش فايدة على المتبقي فهذا الأمر أدى إلى توقف الفلاحين نحن طبعا كلنا عاوزين أن نوصل إلى حل إن كان من بنكة الموت الزراعي أو بنك الزراع المصري على الإسم الجديد أو من قبل البرلمان لأن الفلاحين النهارده هم الوحيدين اللي هم بيقدروا ينتجوا يفلعوا يطرعوا في الحر سيادة النائب الملف ده الملف ده عن إشيقان أوليجيه وبنزل في الترع وبنزل في المصارف النهارده الفلاحة اللي جاعد في الحر الأم المصرية والبنت الفلاحة اللي جاعد تلوم سمبلات القمح في وسط الحرجة في أراضيها عشان خاطر أن هي توفر المحصول استراتيجي من القمح للمواطن المصر وهذا ليس من من الفلاحين ولكن هذا هو دور الفلاح المعهود عليه أنه هو دايما واقف جانب الدولة المصرية فلاح النهارده اللي ابنه نهارده بحارب الإرهاب على الحدود المصرية والنهارده لو استشهد ابن الفلاح بالتاني يوم بابعث أخوه أو ابن عمه مكانه لمقاومة الإرهاب فالفلاح والفلاح الأب يزرع وينتج في الأرض فالنهارده لابد من تكاتب الجهود إعلام ونواب وبرلمان وصحفيين والسيد الرئيسة الفتاح السيسي نسخ فيه ثقة أنه يحل مشاكل الفلاحين بقرار لأن الحكومة أجدها مرتاحة ولم تحل هذا القرارات فيه بنك Breakfast إحنا عاوديين 2.5 ملليار جنيه يحل مشكلة المتعثرين هذا هو دعم الصناعة ودعم المستثمرين ولكن لما يدعم الفلاح المصر الفلاح المصر اليوم لما يتعثر المستثمر بدعم المستثمر لما تتعثر السياحة بدعم السياحة ولكن الفلاح المصري النهاردة لو أي أحد واقف مع الفلاح المصري النهاردة ستدقوني في خلال ثلاث سنوات هيكون انتهينا من أننا أستورد المحاصيل الاستراتيجية المهمة من القمح ومن الدور الصفر النهاردة شايفين كل اللحمة 140 و150 جنيه والدواجن 35 جنيه والأسماك النهاردة البلطي اللي هو بتاع المواصن البسيط وصل النهاردة لـ 40 و45 جنيه بسبب الأعلاف وانتفاع سن العلف لأن النهاردة أنا ما أشزال الدور الصفر عندي وهي الأساس فلابد النهاردة أن كل التقاطف يكون مع الفلاح لكي ننهض بالمواطن البسيطي حزبي في الشارع من خلال معالي النائب أنا عايز يعني نحط إيدينا في إيدينا بعض حضرتك قلت الإعلام والصحفيين وإحنا مع حضرتك إحنا عايزين فعلا متابعة شديدة لملف المتعسرين مع بنك التنمية والإتمان الزراعي أو البنك الزراعي المصري بحيث أن إن شاء الله يبقى فيه مبادرة فعلا قوية بقرار رئاسي علشان نحل الأزمة دي نهائيا ما يصحش أن الفلاح بعد المجهود اللي بيقوم بيه ده كله يبقى مطارد بسبب ديون قديمة لازم الملف ده يتحل بأي شكل من الأشكال وإن شاء الله إحنا عندنا أمل كبير في حضرتك وفي البرلمان المصري وبشكرك وحنتابع معاك مرة أخرى علشان نعرف إيه كل الخطوات الجديدة في هذا الشأن بشكر حضرتك سيدة النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراع والرايب مجلس النواب يعني أشهد فعلا بقرار سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبط بالضريبة على الأطيان الزراعية والسماح لمدة ثلاث سنوات أيضا قال أهل فلاح محتاج مطالب أخرى كثيرة على رأسها مشكلة البنك الزراعي المصري ما يصحش أن يكون فيه متعسرين حتى هذه الفترة بالرغم من كل المبادرات اللي احنا كنا بنتكلم عليها وبنتبعها وبعض الحالات اللي احنا كنا في برنامج الزراعية مباشرة وبنتبعها وبنتواصل مع البنك علشان الناس دي تحل مشكلتها لكن نسه فيه ناس برضو المشكلة قائمة دي محتاج قرار يكون حاسم ويحدد حل يشمل كل الحالات المتعسرة أيضا قال لي أن احنا بنعاني من ارتفاع فيه أسعار السر الحيوانية وده السبب الرئيسي فيها أن احنا بنستورد الأعلاف من الخارج إذا حصل دعم حقيقة الفلاح حيتم التوفير الأعلاف ونقدر أن احنا نسبت أو نقلل الأسعار فيه الفترة القادمة وده نقطة احنا كنا بنتكلم فيها دايما إزاي أن احنا نوفر مساحات من الأعلاف بأسعار مناسبة وفي النهاية ده كله هيعود على الاقتصاد المصري مين اللي بيقوم بهذا الدور أو بهذه العملية الانتجية هو الفلاح المصري هو اللي بيتحمل كل هموم الوطن في هذا الوقت هو فعلا اللي بيتحمل هموم الوطن مش في الغذاء فقط إحنا بنتكلم على فلاح فاهم يعني إيه دولة وفاهم يعني إيه وطن بنتكلم على مواطن بيعيش أصعب الظروف وهو بيشتغل سيادة النائب رائف تمراز رجعنا بالذكرة لسنوات ماضية قال لي أيام الصورة وأيام الفراغ الأمني ما كانش بيعرف سوق محاصيله أنا عاوز أقول إن إحنا كنا نلاقي برضو حاصلات زراعية وكنا بنلاقي استهلاكنا كمواطنين في كل المحافظات بسبب إن الفلاح كان شغال بسبب إن الرجل ده ما سابش أرض وخرج منها والمفروض إن إحنا نقف جنبه ونكمل معاه مسيرته في العمل وفي الإنتاج عايزين نتابع في الفترة القادمة إيه اللي حصل فيه ملف الزراعة التعقدية عايزين نعرف إيه المستهدف اللي حصل بالنسبة لحملة القومية لزراعة الزراعة ده كل مهم جدا علشان ده في النهاية حق لنا كلنا استقرار